اشتركوا في القناة ومن اجل التحدي انطلاقة الشوت الثالث عشر لفئة الحقائق القعدان الانتاج ينطلق من مسافة الثلاثة كيلو مترات نتابع الاسمار الكبيرة التي تتواجد بهذه المنافسة تمنياتنا لجميع الاخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم نتابع البداية ونتابع المقدمة مباشرة مع هذه المؤسسة الكبيرة مؤسسة هجن انتاج ام الزبار التي تقدم لنا هذه الاسمة الجميلة وتنطلق مع الغيادة والريادة مباشرة مع عمداوي لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري الذي ينطلق في الغيادة والريادة بينما او تابع المركز الثاني الغادم سراب لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة حمد بن صار بن حمد بن بريك المري بينما من تسلل الى المركز الثاني في هذه اللحظات تاية لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مصفر الشهواني ينتقل مباشرة مع صاحب المركز الرابع معالج لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة مبارك بن محمد علي الجربوع المري بينما المركز الخامس القادم والمشارك في هذه الانطلاقة وصل ارسال لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم البري هكذا مشاهدين مستمعين الأفاضل سابعتم المنافسة والانطلاق مع تحديات هذه الأسماء والشعارات المتميزة التي تنطلق مشاركة في هذا التحدي وهذا الانطلاق المتميز في أول ندى مشاهدين الكرام أتممت على مسامكم للخمس المراكز الأولى التي سيطرت وتواجدت في هذه المنافسة بينما هناك المغدمة نعود مباشرة مع مقدمة هذا الشوط تاية ومداوي في هذه المقدمة ولكن مداوي ما زال محافظا مسيطرا على المركز الأول بشعار هجن انتاج أم الزبار بمتابعة مبارك بن حمد علي الجربوع المري بن صرير هنا في الغيادة والمتابعة بينطلاقة مداوي الذي ينطلق في أول المراكز بينما المركز الثاني القادم تاية لهجن انتاج أم الزبار ناصب حمد بن مصر الشهواني في المتابعة والتضمير ولكن من تسلل بهذه اللحظات معالج لهجن انتاج أم الزبار أيضا بمتابعة مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري الذي يتابع أمداوي ومعالج في المرتبة الأولى والثاني ينطلق في مقدمة هذا الشوط بينما الاسم الغادم وصل بهذه اللحظات الموج وصل كالموج بهذه الانطلاقة السريعة وصل مباشرة بأول نداء للمركز الثاني بشعار هجن انتاج أم الزبار بمتابعة فران بن محمد بن قريع المري الذي يتابع الموج بأول نداء وصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة المركز الثالث القادم والمتواجد هنا شف شاف هجن انتاج أم الزبار ناصب حمد بن مصر الشهواني يتقدم في هذه المنافسة في هذه المعركة من الفيناموسو من أجل الاتصار نعود مع البداية الموج تسلل وانطلق مع مقدمة هذا الشوط ينطلق بهذا الشعار شعار هجن انتاج أم الزبار فران بن محمد بن قريع المري في المتابعة وتضمير شف شاف على المركز الثاني يتقدم بشعار هجن انتاج أم الزبار ناصر بن حمد بن مصر الشهواني وهناك سراب أومداوي على المركز الثالث بشعار هجن انتاج أم الزبار مبارك بن محمد الجربوع المري ولكن الموج في البداية فرام بن محمد بن قرع المري يتابع يراقب الموج الذي ينطلق في مقدمة هذا الشوط وبدأ ينفرض في ناموس هذا الشوط وبدأ ينفرض في هذا الانتصار مع هذا الشعار المتميز الذي غادم من أجل الإنجاز غادم من أجل انتصارات شعار هجن تاجم الزبار الذي دألق وأبدع وقدم لنا هذه السلالات الجميلة الموج ينتزع ناموس تهانين وناموس لهجن انتاج أم الزبار تاريلا لفرام بن محمد بن قرع المري المركز الثاني وصل مداوي لهجن انتاج أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد الجربوع المري المركز الثالث وصل شف شاف لهجن انتاج أم الزبار بمتابعة ناصب حمد بن مصفر الشوالي المركز الرابع وصل في المركز الرابع معالج لهجن انتاج أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد الجربوع المري المركز الخامس مركز الخامس تاية لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة ناصب احمد بن مسفر الشهواني هكذا مشاهد الكرام تابعتهم المنافسة مع هذه الشعارات المتميزة فكان شعار هجن انتاج ام الزبار مسيطرا محتل للمراكز الاولى فكان الموج حاضرا متوجا بهذا الانتصار مهديا السلامات الى عشاق هذا الشعار حانين ونموس الهجن انتاج ام الزبار على فوز الموج بن موس هذا الشعار اربع دقائق تسوأ ثمانية وعشرين ثانية فامانين الجزء من الثانية ايضا لفرام بر محمد بن قريا عالvie رائع قدير من حقق هذا الانجاز المركز الثاني وصل مداوي اربع دقائق واحد وثلاثين ثانية اربعة اجزام من الثانية تاية ونموس الهجن انتاج ام الزبار تاية المبارك بن محمد بن 김� tre pulس الم kö Innovation على فوز المداوي في المركز الثاني مركز الثالث شف شاف 4 دقائق 32 ثانية 6 زامنة ثانية تهاني ونموس الهجن انتاجه من زبار وتهاني للناصر بن حمد بن مسفر الشهواني